بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علم ينفعنا وزدنا علما واجعله لنا حجة ياد الجلال والإكرام نرحب جميع الطلاب والطالبات في السنة الثالثة ثنوية المسار الشرعي ونسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق والسداد وقبل أن نبدأ وإياكم بقراءة الآيات نأخذ وإياكم أهداف الدرس من أهداف الدرس أولا طلبوا الأجر من الله سبحانه وتعالى وذلك من يقرأ المسلم أو المسلمة كتاب الله عز وجل ابتغى وجهه سبحانه وتعالى وأيضا من الأهداف تلاوة الآيات تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء وأيضا تطبيق أحكام التجويدة والتلاوة بتدبر وخشوع من أداب تلاوة القرآن الكريم أولا الإخلاص لله عز وجل وأيضا الطهارة من الحدث الأصغر الأكبر وأيضا النظافة وذلك باستخدام السواك قبل قراءة كلام الله عز وجل وأيضا الاستعادة في أول قراءة كما قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأيضا من الآداب البسملة وتكون بسملة في أول السور كما أنها تجوز كذلك في وسط السور ولا تجوز البسملة في أول سورة التوبة وذلك لآثن أخرج الأحاكم بسنده أن علي رضي الأول بن عباس رضي الله تعالى عنه مسأل علي رضي الله تعالى عنه فقال لماذا لم تذكر البسملة في أول براءة فأجاب رضي الله تعالى عنه إن البسملة أمان وبراءة نزلت في السيف ولا تلازم بين الأمان والسوية وهذا قول في عدم جواز البسملة في أول سورة التوبة لكن البسملة تجد في وسط السورة وسط سورة التوبة وكذلك من آداب تلاوة القرآن الكريم تحسين الصوت به والقراءة بتدبر وخشوع وكذلك من الآداب التسبيح عند آية التنزيه وأيضا سؤال الله عز وجل من فضله عند آيات الوعد كسؤال الله عز وجل جنة وإذا مر بقوله عز وجل واسأل الله من فضله يسأل الله الكريم من فضله وأيضا من آداب تلاوة القرآن الكريم الاستعاذة بالله عند آيات الوعيد كالاستعاذة بالله من النار نعوذ بالله من النار هذه بعض آداب تلاوة القرآن الكريم والذي ينبغي لكل مسلمين ومسلمة أن يتحلى بها عند قراءة كلام الله عز وجل وقبل أن نبدأ وإياكم بقراءة الآيات نرجو من جميع الطلاب والطالبات فتح المصحف والمتابع مانا حتى نهاية القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس لالذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عن ما تعملون بعد قراءة الآيات نأخذ إياكم بعض الكلمات التي ممكن يقع فيها الخطأ في قول الله عز وجل كلمة إن أول بيت وضع قد يقع فيها الخطأ إن أول بيت وضع والقراءة الصحيحة إن أول بيت وضع وضع وأيضا من الكلمات التي ممكن يقع فيها الخطأ في قول الله عز وجل والله على الناس تقرأ حج طبعا حج فيها كم قراءة لكن حفص عن عاصم يقرأ أولي الله على الناس حج حج قد يقرأ بعض الطلاب أو الطالبات يعني غير حفص وهنا يقول حج والصحيح والقراءة في رياضة حفص عن عاصم ولله على الناس حج حج البيت كسر الحاء حج البيت وأيضا من الكلمات التي ممكن يقع فيها الخطأ في قول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب كيف تقرأ لما تصدون ممكن تقرأ كيف تقرأ خطأ لما تصدون كسر الصاد هنا الصاد هنا مضومة لما تصدون لما تصدون عن سبيل الله وأيضا قد يقع الخطأ وزاد هنا كلمة من أمن به انتبه يعني من أمن به طبعا في سورة الأعراف قد يأتي بها الطالب والطالب هو الذي يعني يكثر من قراءة من قراءة القرآن نسأله إياكم أن نكون من المكترين بانتلاوة كتاب الله عز وجل قد يقوم من أمن به هنا هنا ما في به من آمن وهذا عندما يحفظ أو الحافظ وكذا يختفي يختفي هذه الكلمة والصحيح من آمن تبغونها بدون به من آمن تبغونها عوجا هذه بعض الكلمات التي يعني يمكن أن نقع فيها الخطأ نأتي بعد ذلك إلى أحكام التجويد نأتي وإياكم إلى بعض أحكام التجويد نأخذ وإياكم بعض أحكام التجويد في قول العز وجل للناس كلمة للناس هنا نون نون مشددة تغن كم حركة مقدار حركتان للناس وإيضا من أحكام التجويد في قوله عز وجل مباركا وهدى للعالمين مباركا وهدى هنا تنوين أتى بعد الواو ها هو الواو من يكون معي؟ والواو من حروف الإدغام بغنة الإدغام بغنة مباركا وهدى أما هدى للعالمين هدى للعالمين هنا تنوين أتى بعد اللام واللام من حروف الإدغام بغير غنة إدغام بغير غنة والإدغام يقسم إلى قسمين أو نوعين أن النوع الأول إدغام بغنة وإدغام بغير غنة إدغام بغنة هو مباركا وهدى طبعا الحروف مجمع في قبله يرملون ينمو أخذ الإدغام بغنة واللام الراء إدغام من حروف الإدغام بغير غنة كما في قوله عز وجل وهدى للعالمين من أحكام التجويد كذلك في قوله عز وجل آيات بينات كلمة آيات هذا ما نوع المد هنا آيات آيات مد من يعرف مد بدل مد بدل هنا آيات مد بدل طبعا مد بدل يمد مقدار حركتين في رواة حفصان عاصم آيات و المد بدل أن يتقدم الهمز على المد في كلمة آيات طيب آيات بينات هنا آيات بينات هنا تلاحظوا معي هنا ميم صغيرة ميم هذا الميم تربز إلى أي إلى أي حكم ألا وهو حكم ألا وهو الإقلاب أو القلب آيات بينات إقلاب و أيضا من أحكام التجويد في قوله عز وجل كلمة ومن كفر و من كفر هنا نون ساكن هنا أتى بعد الكاف و الكاف من حروف من يكمل حروف الإخفاء الحقيقي و من كفر فإن الله غني عن العالمين طبعا في قول عز وجل غني عن العالمين هنا تلاحظوا معي هنا تنوين هنا تنوين أتى بعد العين و العين من حروف أي حروف هنا حكم تجويد حروف الإظهار الحلقي غني عن العالمين إظهار حلقي و حروف الإظهار الحلقي كم حرف من يعرف ستة أحرف مجمع في قوله جمعها الإمام الشاطبي رحمه الله ألا هاجحكم عما خالي غفلة أوائل أوائل الكلمات في قوله ألا هاج تلاحظنا الهمزة و كذلك فيها لعها و كذلك العين و عما غفلة غفلة الغين غني عن العالم طيب بعد ذلك من أحكام التجويد نأخذ حكم آخر في قوله عز وجل من آمن كذلك من آمن كلمة من آمن حكم تجويد نساكن بعدها الهمزة و الهمزة من حروف مرة معنا حروف الإظهار الحلقي الإظهار الحلقي و أيضا من أحكام التجويد في قوله عز وجل كلمة شهداء المد ما نعرض المد أن يعرف مد مم فصل إلى متصل نقول مد متصل لماذا مد متصل لأن الهمز و المد في كلمة واحدة تلاحظوا معي هنا الهمز و المد في كلمة واحدة شهداء فمن يمد كم حركة أربع أو خمس و هنا إذا كان متطرفا الهمز متطرفا يمد ست حركات شهداء و أيضا من أحكام التجويد في قوله عز وجل كلمة عم عم هنا من مشددة تغند كم حركة مقدار مقدار حركتين عم عما تعملون هذه بعض أحكام التجويد هذه بعض أحكام التجويد ولو هناك أحكام أخرى نكتفي بهذه الأحكام نعتبع ذلك إلى نقرأ الآيات مرة أخرى وأرجو أن ننتبهه حتى نهاية القراءة نقرأ الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عن ما تعملون قرأنا الآيات لكم مرة أخرى ونأخذ بعد هذا القراءة يعني علامات الوقف في المصحف الشريف من علامات الوقف في قول العز وجل كلمة أو إبراهيم علىها صلى وهنا وقف حسن والوصل أولى بعدها هنا قلى وقف تام يعني القارئ ما يقف على هذا وهذا لكن لو وصل أولى لو وصل يكون أولى من الوقف على إبراهيم أنا وقفت عليها لكن لو وصلت ومن دخله كان آمن وقف تام هنا قلى وقف تام يعني يتم اللفظ ما تم لفظه معناه يعني الوقف تام لكن لو قال قائل نصل نعم يجوز يجوز وصل يجوز الوصل إلا أن يكون وقف لازم قد يغير معناه وكذلك من علامات الوقف في قول العز وجل من استطاع إليه سبيلا هنا سبيلا رجيم وقف كافي وقف كافي من استطاع إليه سبيلا ويضا في قول العز وجل كلمة مر وانتم شهداء قلى مر معناه وقف وقف تام هذه بعض علامات بعض علامات بعض علامات الوقف في المصحف الشريف لو سألناك هنا حكم من قول العز وجل من آمن تبأ هذا التبأ هذا الحكم تجويدي من أحكام من أحكام أحسنت من أحكام من قلقلة تبأ تقلق الباهنة وحرف القلقلة قطب جد هذه بعض يعني علامات وقف المصحف الشريف وحكم تجويدي أو من أحكام القلقلة بعد ذلك نقرأ وإياكم الآيات مرة أخرى وأرجو أنكم مهما يحتنى هذه القراءة نقرأها مع ترديد الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا من آمن من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عن ما تعملون تهينا من القراءة مع ترد الآيات وهكذا انتهينا من الآيات من سورة آل عمران ونؤكد على الطلاب والطالبات تلاوة الآيات تلاوة صحيحة بالاستعانة بالمصاح مرتلة وفي الختام نشكركم على حسن استماعكم لدى سن آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا